اشتركوا في القناة متفرغا لدعوة الناس الى الاسلام فكان عليه الصلاة والسلام يرسل الوفود من عنده لدعوة الناس الى الاسلام وربما ارسل من عنده سرايا الى بعض القبائل للقتال فكان من ضمن هذه القبائل في جزيرة العرب قبيلة طيب التي في شمال جزيرة العرب في بلاد حائل وما حولها وكان يحكمها في ذلك الحين عدي بن حاتم الطائي ملك ابن ملك فكان عدي يقول له قومه يا عدي ان محمدا قد قويت شوكته وبدأ الناس يرسلون اليه الوفود يا عدي فاصنع مثل غيرك وارسل اليه وفدا فكان عدي يأبى ذلك ويقول انا قد اقسمت ان لا اموت حتى تطأ العرب عقبي اقسمت اني اكون انا ملك العرب وتريدوني ان اذهب لابايع رجلا ليكون هو الرئيس علي لا لكنه كان في داخل خائفا من مواجهة المسلمين فقال عدي لغلام عنده يرعى الغنم قال له يا غلام انك تغدو في كل يوم في رعي الغنم وتقابل رعاة الغنم الذين يأتون من كل مكان يا عدي فاذا سمعت بان عيرا قد اقبلت من قبل الغرب من قبل المدينة فتعال فاخبرني فصار الغلام يذهب ثم يعود في الليل ثم يسأله عدي ماذا وجدت فيقول ما وجدت شيئا ما هناك اي شيء متغير وكان عدي قد اعد مجموعة من الرواحل جهزها بالطعام والشراب للهرب عليها لو انه حدث اي حدث يهرب مباشرة الى الشام لان عدي كان نصرانيا وكان اهل الشام في ذلك الحين نصارى فكان بينه وبينهم علاقة فيهرب اليهم ويسكن معهم فكان في كل يوم يسأل غلامه ماذا وجدت يقول ما وجدت شيئا يوم من الايام اقبل اليه الغلام قال له عدي ماذا وجدت قال ما انت صانع لو علمت ان جيشا مقبلا اليك من المدينة قال اركب هذه الرواحل وافر الى الشام قال فافعل ذلك فانهم واصلون اليك الليلة او غدا فركب عدي مع من استخف من اهله ركب على هذه الرواحل ومضى مباشرة الى الشام وصل الى الشام ووصل المسلمون حتى اقبلوا الى دياره لم يجدوا عديا ولم يجدوا حربا مضت الايام فاقبل عدي من الشام الى قومه ما طاب له المقام هناك ورجل عربي وعنده طباع العرب وسكن بين قوم اعاجم فما استطاع ان يقول به المقام هناك رجع الى قومه فقال له قومه لا تستطيع ان تقيم عندنا اذهب الى محمد صلى الله عليه وسلم في المدينة وتفاهم معه فمضى عدي من مكانه حتى اقبل الى المدينة ودخلها استمع الان الى عدي ابن حاتم وهو يصف دخوله الى المدينة قال عدي رضي الله تعالى عنه دخلت الى المدينة فجعل الناس يقولون هذا عدي ابن حاتم هذا عدي ابن حاتم الرجل مشهور وابوه مشهور وكان حاتم الطائم من رجالات العرب وكان مشهورا بالكرم فكان عدي له وضعه وله مكانة اصرا في جزيرة العرب كلها فجعل الناس يقولون في الشوارع هذا عدي ابن حاتم هذا عدي ابن حاتم حتى دخل المسجد وكان النبي صلى الله عليه وسلم كل ما ذكر له عدي ابن حاتم كان يقول اني لارجو ان يأتي الله به حتى يضع يده في يدي يقول انا متفائل ان عدي الذي فر من المسلمين الى الشام انا متفائل بانه ستأتي الساعة التي يأتي فيها الى المدينة ويضع يده في يدي فلما اقبل عدي جعل الناس يتسامعون به فجاء ودخل الى المسجد واذا النبي صلى الله عليه وسلم في حلقة بين اصحابه فاقبل عدي ومد يده للنبي عليه الصلاة والسلام فوضع النبي صلى الله عليه وسلم يده في يدي ثم قال من قال عدي ابن حاتم قال عدي ابن حاتم الفار من الله ورسوله انت اللي فررت للشام قال نعم فقام النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه معه وكان النبي عليه الصلاة والسلام ايها الاخوة والاخوات اذا جاء احد يدخل في الاسلام يستقبله احسن استقبال لكن في كثير من الاحيان يكون عليه الصلاة والسلام مشغولا بالناس مشغولا بتجهيز قتال مشغولا بالفتوى مشغولا بالتعليم مشغولا بمقابلة وفوت فما يستطيع كل واحد يأتي يسلم يقوم معه لبيته يعلمه الاسلام فكان يدفعه الى اصحابه دائما يدفع الى اصحابه ويقول لهم علموا اخاكم فيذهب الصحابة به ويعلمونه لكن عدي لا يختلف عن غيره اخذ النبي صلى الله عليه وسلم عديا بنفسه ومضى به الى بيته المبارك وصل النبي عليه الصلاة والسلام الى خارج المسجد ولبسن عليه وعدي ابن حاتم معه في اثناء الطريق وقع لهما ثلاثة مواقف الموقف الاول بينما هما يسيران وكان عدي يشعر ان رأسه ورأس رسول الله صلى الله عليه وسلم انهما متساويان فهو ملك على حائل وما حولها والنبي صلى الله عليه وسلم ملك على المدينة وما حولها هو عنده كتاب مقدس اسمه الانجيل والنبي صلى الله عليه وسلم عنده كتاب مقدس اسمه القرآن هو على ديانة سماوية اسمها المسيحية والنبي صلى الله عليه وسلم على ديانة سماوية اسمها الاسلام فهو اصلا ما كان يرى ان في فرق بينه بين النبي صلى الله عليه وسلم يرى ان الرؤوس متساوية ويرى أنه ليس نبياً إنه ملك عظيم وصار عنده قوة وجيش فقهر الناس وغلبهم فصار للسطوة وغداً تذهب السطوة وتكون لي فما كان لهنية يسلم أصلاً جاي لأجل أن يأمن على قومه فقط في أثناء الطريق وقع الموقف الأول إذا بامرأة في وسط الطريق تنادي يا رسول الله لي إليك حاجة يا رسول الله فوقف النبي صلى الله عليه وسلم إليها قال لها ما حاجتك وترك عدياً مكانه ينتظر فلما رأى عدي أن النبي صلى الله عليه وسلم وقف بنفسه معها في شدة الشمس ولم يقل لأحد أصحابه اسمع ما عندها ومضى قال عدي في نفسه وهو الذي عرف الملوك والعظماء وجالس كسرى وقيصر قال في نفسه والله ما هذه بأخلاق الملوك هذه أخلاق الأنبياء انتهى النبي صلى الله عليه وسلم للمرأة وحاجتها وأقبل وأمسك بيد عدي ماضياً به إلى بيته فأقبل رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وكان النبي عليه الصلاة والسلام فرحاً مستبشراً بعدي ويرجو أن يرغبه في الإسلام ويريد أن يجعل عدياً يرى مرغبات في دخول الإسلام لا يرى أشياء تنفره وإذا بهذا الرجل صحابي يقف بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام لم يقل يا رسول الله عندي أموال زائدة أريد أن تصدق بها فيشعر عدي أن المسلمين أغنياء لا ولا قال يا رسول الله عندي ثمار لا أحتاج إليها أريد أن أعطيكم تتصدقون بها لا وإنما قال يا رسول الله أشكو إليك الفاقه والفقر يا رسول الله ما نكاد نجد طعاماً لنا ولا لأولادنا يا رسول الله نريد طعاماً شراباً طبعاً صعب أن يسمع عدي هذا الكلام أأتي وأدخل في دين أهله بهذه الحالة من الفقر والحاجة فالنبي عليه الصلاة والسلام قال كناماً لهذا الرجل ومضى ثم مشي وإذا برجل آخر يقبل إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله قال ما عندك قال يا رسول الله أشكو إليك قطع الطريق يا رسول الله ما نكاد نستطيع أن نمشي من المدينة إلا يسيراً إلا والأعداء حولنا من كل مكان ما عندنا قدرة على قتالهم ولا على مواجهتهم أيضاً هذا الكلام لا يناسب أن يسمعه عدي الآن لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال كلمتين له ومضى الرجل جعل عدي يقلب الموضوع في رأسه حل هذا الدين الذي أهله ما بين فقر وحاجة أدخلوا إليهم هذا الدين الذي أهله يروعون من كل موضع أدخلوا معهم فمضوا حتى دخلوا إلى بيت رسول الله عليه الصلاة والسلام فأقبل النبي صلى الله عليه وسلم إلى وسادة في البيت وكانت الوسائد يجلسون عليها لا يتكئون وذلك أن الأرض ربما كانت حصير يابس أو حصى فكانوا يجلسون على الوسادة فدفع النبي صلى الله عليه وسلم الوسادة إلى عدي قال خذ هذه اجلس عليها فنظر عدي فإذا ما في الوسادة وحده قال بل أنت اجلس عليها قال بل أنت فجلس عليها عدي الآن جاء وقت النقاش قال صلى الله عليه وسلم يا عدي ما يفرك أن تقول لا إله إلا الله لماذا أنت فررت من لا إله إلا الله لماذا ما بقيت في بلدك وناقشتنا وعلمت ما هو الإسلام منذ أسمع في الإسلام تفر ما يفرك أن تقول لا إله إلا الله فسكت عدي فقال صلى الله عليه وسلم يا عدي إني أعلم أنه إنما يمنعك من الإسلام خصاصة تجدها في قومي أنك تجد قومي ضعفة فقرى مساكين وأنك ترى الناس علينا إلبا واحدا ترى الناس يقاتلوننا من كل مكان كسرى يعادينا وقيصر يعادينا وأهل اليمن وأهل مصر وأهل نجد كل مكان وأهل مكة كانت مكة لم تفتح بعد في ذلك الحين أنك ترى الناس يحاربوننا من كل مكان هذا اللي يمنعك من الإسلام أننا غير آمنين والحرب علينا من كل مكان ونحن ضعفة وأننا فقرى هذا اللي يصدك عن الإسلام يا عدي فسكت عدي فقال صلى الله عليه وسلم له يا عدي هل أتيت الحيرة قال ما أتيتها لكني أعرف موضعها الحيرة هي مدينة في العراق فقال له عليه الصلاة والسلام يا عدي والله لئن طالت بك حياة لترين الضعينة تخرج من الحيرة يعني المرأة الحاجة تخرج من الحيرة حتى تأتي إلى الكعبة ما تخاف إلا الله يعني ما يتجرأ واحد أن يقترب منها إذا علموا أنها مسلمة لقوة المسلمين وهيبتهم ما يتجرأ أحد يقرب منها يقول عدي فقلت في نفسي عجبا فأين عنها ذعار طي الذين سعروا البلاد يقول أنا في طي في حائل وهي ستمر بنا فأين عنها السراق وقطاع الطريق من قومي معقول يتركونها ثم قال صلى الله عليه وسلم يا عدي ولتفتحن كنوز كسرى ولتنفقن أمواله في سبيل الله كسرى في ذلك الزمان مملكة عظيمة أعظم من مملكة رقل الروم الروم في آخر حياة النبي عليه الصلاة والسلام لما قتلوا رسول رسول الله عليه الصلاة والسلام أرسل إليهم رسولا فقتلوا فبعث النبي صلى الله عليه وسلم إليهم جيشا الروم في ذلك الحين كانوا مشغولين بحرب فأمرهم ملكهم أن يأخذوا الجنود الذين لم يذهبوا للحرب ويرسلوهم لقتال المسلمين مواجهة جيش المسلمين فإذا بهم يرسلون مئتي ألف مقاتل مئتين ألف مقاتل في ذلك الزمان عدد غير عادي فما بالك بقوة كسرى فيقول عليه الصلاة والسلام يكلم عديا وهو الذي لا يأمن على بعد ربما أمتار من المدينة هل يخرج بعض أصحابه لربما قتلوا يقول له يا عدي ولتفتحن كنوز كسرى ولتنفقن أمواله في سبيل الله قال كسرى بن هرمز معقول أنت الآن ما فتحت مكة إلى الآن ولا فتحت البلدان وأصحابك لا يأمنون وتتكلم عن كسرى بن هرمز لتفتح بلده كسرى بن هرمز قال كسرى بن هرمز ولتنفقن أمواله في سبيل الله يا عدي ولئن قالت بك الحياة لترين الرجل يخرج بملء كفيه ذهبا وفضة لا يجد من يأخذها الناس يا عدي سيغتنون لن ترى رجلا من المسلمين يأتي ويقول أنا ضعيف ما عندي طعام لأولادي لا انسى هذا الكلام سيصل المسلمون يا عدي إلى حال يخرج الرجل بزكاته يقول يا جماعة فيكم أحد محتاج وكل واحد يقول بارك الله فيك والله أنا عندي زكات أيضا أريد من يأخذها لا أريد شيئا يخرجن الرجل بملء كفيه ذهبا وفضة لا يجد من يأخذها ثم قال صلى الله عليه وسلم يا عدي فما يفرك أن تقول لا إله إلا الله قال عدي إني على دين قال ما دينك قال أنا على دين فقال عليه الصلاة والسلام أنا أعلم بدينك منك دينك الذي تدعي أنك متمسك به ولا تريد أن تتركه لدين آخر أنا أعرفه أكثر مما تعرفه أنت ألست ركوسيا لم يقل له ألست نصرانيا وإنما جاءه بالمذهب الفقهي الذي هو عليه في النصرانية مثل مثلا لو التقيت برجل في أمريكا منصر فقال لك لماذا لا تتنصر فقلت له إني على دين فلم يقل لك ألست مسلما ولم يقل لك ألست سنيا وإنما قال لك ألست حنبليا فتقول في نفسك هذا عنده معرفة كبيرة بديني لدرجة إنه يعرف المذهب الفقهي أو قال لك ألست شافعيا أو حنفيا أو مالكيا فتقول هذا يعرف معرفة عامة كبيرة دقيقة لدرجة إنه يعرف مذهبي فالنبي عليه الصلاة والسلام تعدى مرحلة يقول يا عدي ألست نصرانيا لا قال له ألست ركوسيا قال عدي قلت بلى قال فإنك إذا غزوت مع قومك إذا ذهبتم غزوة تأكل في قومك المرباع المرباع يعني تأخذ ربع الغنيمة قال عدي نأم فقال صلى الله عليه وسلم فإن هذا لا يحل لك في دينك بدأ يا جماعة يفتيه بالأحكام الفقهية اللي في دينه يقول إذا أنت تدعي أنك متمسك بدينك ليش لما تغزو مع قومك تأخذ ربع الغنيمة أنت أصلا غير ملتزم بدينك اللي تقول ما أريد أني أتركه يقول عدي فتضعضعت لها يعني خفضت رأسي وقلت صدقت ثم قال صلى الله عليه وسلم يا عدي فما يفرك أن تقول لا إله إلا الله أو تعلم من إله أعظم من الله قال عدي فقلت فإني حنيف مسلم أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله يقول فتهلل وجه النبي صلى الله عليه وسلم حتى كان كأنه قطعة من قبر مضت السنوات وتوفي سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعدي تمشي معه السنين وهو يتذكر أنه لما كان المسلمون مصبعفون وكانوا لما كان المسلمون مصبعفين وكان لا أحد يعينهم ولا يساعدهم أنه وعد بفتح كنوز كسرى وقيصر والضعينة فمضت السنين حتى جاء عهد عمر وكبر سن عدي وشارك في كثير من الحروب وجلس عدي وقد شابت لحيته ودودب ظهره وكبر سنه يتحدث مع التابعين يتحدث معهم عن قصة إسلامه كان يقول لهم فلقد والله حدثني رسول الله وهو الصادق المصدوق حدثني وهو مستضعف في المدينة حدثني وهو ما عنده جيش يستطيع أن يقاتل القبائل اللي حول المدينة حدثني وهو لا يكاد أن يجي الطعام لنفسه أو لأهله أو لغيره حدثني أننا سنفتح كنوز كسرى ابن هرمز وكنت في من فتح كنوز كسرى ابن هرمز ثم قال ورأيت الضعينة تخرج من العراق حتى تأتي إلى الكعبة فتطوف بها ما تخاف إلا الله ثم قال عديل التابعين ولئن طالت بكم حياه لترون ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم أن يخرج الرجل بملء كفيه ذهبا وفضة لا يجد من يأخذها كان النبي صلى الله عليه وسلم أيها الإخوة والأخوات لما يتعامل مع واقعه يتعامل وهو واثق مئة في المئة أن دينه حق وأن وعد الله صد كان عليه الصلاة والسلام في المدينة يمر ببلال يعذب ويمر بخباب مرميا على النار ويمر بسمية ويمر بسمية بنت خياط وزوجها ياسر وابنه معمار وهم قد ربطوا على جذوع النخل ويعذبون مع كل هذه المناظر التي ربما نحن اليوم نرى مثلها في بورما نرى مثلها في سوريا نرى مثلها في أماكن كثيرة كان النبي صلى الله عليه وسلم يمر بهم وعنده يقين تام مئة في المئة أن دين الله تعالى منصر ويبعث عليه الصلاة والسلام واحدا فقط ويبدأ الناس يزيدون حتى خلال ثلاثة عشرة سنة دعوة شغالة في مكة ما أسلم على يده لمئة وأربعة طعش فقط واليوم عداد المسلمين يقرب من مليارين ثلث العالم فكيف لو قام رسول الله صلى الله عليه وسلم اليوم من مكانه من قبره ورأى أعداد المسلمين وهو الذي كان عليه الصلاة والسلام قد بدأ الدعوة به وحده عليه الصلاة والسلام كان عليه الصلاة والسلام يعيش يقين تام أن دينه حق مثل ما قال الله تعالى له فتوكل على الله إنك على الحق المبين وقال جل وعلا وهو يرى قريشا تكيد المكائد لأجل أطفاء نور الإسلام كما يقع اليوم في كثير من الأماكن قال الله جل وعلا لنبيه عليه الصلاة والسلام يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره المشركون وقال جل وعلا يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره لاحظ وكفى بالله شهيدا كل هذا تأكيد من ربنا أن الله جل وعلا ممكن لهذا الدين بل لما انتهت معركة بدر وأحد وجاءت معركة الخندق واجتمع الكفار من كل مكان وجمعوا أكبر جيش قابل النبي صلى الله عليه وسلم قابله في ذلك الحين عشرة آلاف عشرة آلاف أيها الإخوة والأخوات في ذلك الحين عدد يعتبر كبير جدا يعني في معركة أحد وهي السنة الرابعة من الهجرة أو الثالثة لما أراد صلى الله عليه وسلم أن يخرج بأصحابه عزم على كل القادرين أن يخرجوا للقتال ومع ذلك ما خرج معه صلى الله عليه وآله وسلم إلا تسعمائة وخمسون هذا عدد اللي في المدينة هذا عدد الرجال اللي هم قادرون على القتال تسعمائة وخمسين إذن لو أضبت إليهم النساء والصبيان ربما ما يصل عدد سكان المدينة كلها في السنة الثالثة للهجرة ما يصلون ربما ولا خمسة آلاف وستة آلاف فلما وصلوا إلى معركة أحد رجع ثلاثمائة منافق ولا بقي إلا ستمائة وخمسون إذن في السنة الرابعة كم سيكون عدد المسلمين أقبلت قريش بعشرة آلاف فاستشارى النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه فاقترح سلمان قال يا رسول الله العدد كبير ما نستطيع نواجهه مواجهة جيش لجيش عشرة آلاف ونحن كلنا لو نتجمع ربما لا نصل إلى ألف أو ألف وخمسمية فيا رسول الله نحن في فارس إذا كان الجيش كبير اللي قادم إلينا نحفر خندقا طريقة بدائية لكنها مفيدة فأمر النبي صلى الله عليه وسلم وحفروا الخندق وصار يحفروا معهم فأقبلوا قالوا يا رسول الله قد عرضت لنا كدية شديدة لم نستطع يا رسول الله أن نكسرها توقف الشغل قال إني نازل فنزل النبي صلى الله عليه وسلم وأخذ المعول كما عند البخاري من حديث سهل بن سعد يقول فأخذ المعول ورفع عليه الصلاة والسلام يقول فنظرت إلى بطن رسول الله عليه الصلاة والسلام وكان يلبس إزارا ورداء كلباس الأحرام يقول فنظرت إلى بطن رسول الله صلى الله عليه وسلم وإذا بطنه معصوب بحجرين من شدة الجوع يعني وضع حجر يضغط البطن حتى ما يصيبه مغص لشدة الجوع ثم وضع حجر آخر فوقه ثم ربطه يعني جوع وتعب وخوف من الجيش القادم إليهم وما فيه عدد يقاتل ما فيه عده ومع ذلك انظر إلى اليقين الذي فيه داخل قلبه بنصرة الله للدين يقول فلما ضرب النبي صلى الله عليه وسلم بالحديد الصم على الصخرة الصماء لما ضرب بالحديد على الصخرة التمع الشراب فقال صلى الله عليه وسلم الله أكبر أوتيت مفاتيح الشام مفاتيح الشام وأنت تستعد لقتال عشرة آلاف بحفر خندق مفاتيح الشام وأنت ما عندك إلا قرابة ألف مقاتل ولا عندكم كفاية من العدد والعدة مفاتيح الشام وأنتم تربطون بطونكم من شدة الجوع نعم مفاتيح الشام لأن الله تعالى أوحى إليه بأنه سيملك الدنيا وسوف يعم دونه دينه الأرض كلها ثم قال ثم ضرب النبي صلى الله عليه وسلم ضربة الثانية قال الله أكبر أوتيت مفاتيح فارس أعظم من الشام ثم ضرب الضربة الثالثة قال الله أكبر أوتيت مفاتيح اليمن والله إني لأنظر إلى أبواب صنعاء البيضاء من مكاني هذا فأما المؤمنون فقالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما وأما المنافقون فقال بعضه لبعض ما وعدنا الله ورسوله إلا خرورا ويموت النبي صلى الله عليه وسلم ويمضي عليه الصلاة والسلام إلى ربه ولم يرى صلى الله عليه وسلم شيئا من فتح الشام ولا فتح فارس عليه الصلاة والسلام لكن أصحابه رضي الله تعالى عنهم رأوا ذلك وأيقنوا بصدق عليه الصلاة والسلام وكان نبينا صلى الله عليه وسلم يحدث أصحابه دائما أن هذا الدين منتصر فيقول عليه الصلاة والسلام إن الله زوى لي الأرض يعني جمع لي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها وإن ملك أمتي سيبلغ ما زوي لي منها وقال عليه الصلاة والسلام بشر هذه الأمة بالسناء والرفعة والتمكين وقال عليه الصلاة والسلام ليبلغن هذا الأمر ما بلغ الليل والنهار ولا يبقي أن الله بيت مدن ولا وبر إلا أدخله الله هذا الدين بعز عزيز أو بذل دليل عزا يعز الله به الإسلام وأهله وذلا يذل الله تعالى به الشرك وأهله وكان نبينا صلوات ربي وسلامه عليه وهو خير رسل الله عز وجل يقرر في قلوب أصحابه نصرة هذا الدين حتى صار الواحد منهم ما عنده شك أبدا في أن الله تعالى ناصر دينه وكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يعمل جاهدا على نشر الإسلام وإذا نظرت اليوم في حال انتشار الإسلام رأيت عجبا ويحق لنا أن نسأل ما هي الأسباب أصلا التي جعلت الإسلام ينتشر وجعلت الإسلام يظهر وكلما قوي الإسلام حتى أصبح اليوم الإسلام هو أقوى وأسرع الأديان انتشارا وبين يدي إحصائيات موثقة تبين لكم فعلا عظم انتشار الإسلام في العالم اطلعت بالأمس على إحصائيات مترجمة مترجمة عن منظمات عالمية متخصصة في الأديان تقول إنه خلال الخمس سنوات الماضية في كل دقيقة ونصف يدخل مسلم جديد في الإسلام خلال السنة كاملة يعني خلال محاضراتنا هذه مثلا ساعة كاملة في كل دقيقة ونصف منها يدخل مسلم جديد في الإسلام بمعدل ما بين خمسة وعشرين مليون إلى ثلاثين مليون سنويا مليون ليس ألف مليون هذه الأعداد هي الأعداد الرسمية التي تعلم عنها الدول أما من يسلمون دون أن يبلغوا الدولة فهم ربما أعظم من ذلك وأكثر بمعنى أن هذه الأعداد أيها الأفاضل هي التي تسجلها الحكومات بحيث أن يأتي إلى الحكومة يقول مثلا أنا أريد أني أغير اسمي فيقول ما هو السبب يقول أسلمت أو امرأة تريد أن تتزوج أو كذا فطيب أسلمت فهي إذا جاءها من يقول لها أنا أسلمت تسجلها أنها أسلم بينما أعداد الذين يسلمون وربما لا يخبرون الحكومة أصلا بإسلامهم هؤلاء أعداد غفيرة ربما كان العدد ضعف هذا العدد مرتين أو ثلاث بل إنني علمت من خلال السفر إلى عدد من البلدان أن أعدادا كبيرة من الوجهاء أسادت الجامعات ومن غيرهم أنهم يدخلون في الإسلام ولا يعلموا بهم أحد لمدة خمس سنوات وست سنوات ويعملون للإسلام ولهم نشاط في الإنترنت وربما أيضا لهم نشاط آخر دون أن يظهروا ذلك خوفا على وظائفهم وعلى أنفسهم هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله الإسلام أيها الإخوة هو أصلا جذاب بطبيعته إذا علم الإنسان بعقيدة المسلمين وسهولتها وسهولة الدخول فيها وأنه ليس هناك شيء من التعقيد الذي يكون فيها فإنهم يسلمون المغول أقبلوا في سنة ستمائة وستة وخمسين غازين للبلدان الإسلامية وقتلوا ما قتلوا المغول والتتار ثم انتهى بهم الأمر أن دخلوا في الإسلام الجنود الأمريكان الذين أقبلوا إلى العراق أعداد كبيرة منهم دخلوا في الإسلام وهم إنما أقبلوا غساس بل اليوم حتى في فلسطين المحتلة ما يسمى إسرائيل ما يسمى إسرائيل آخر الحصائيات أنه في العام الماضي دخل في الإسلام هذر الذين دخلوا وعلمت عنهم الحكومة وجاءوا وسجلوا أنهم أسلموا 82 شخص هذا من اليهود أنفسهم الذين يسكنون اليوم في فلسطين المحتلة المسمى بإسرائيل بمعدل إذا قسمت 82 على أعدد أيام السنة يعني تقريبا في كل ثلاثة أيام هناك مسلم جديد يهودي يدخل في الإسلام هذا فضلا أيها الأخوات عن غيرها من البلدان ولذلك سبحان الله تجد أحيانا بعض الناس إذا أراد أن يذم الإسلام يدخل فيه أذكر أني قابلت شابا هولنديا في هولندا وله نشاط في الدعوة إلى الإسلام وعمره يمكن خمس وعشرين سنة فقلت لك كيف أسلمت قال ستعجب من قصتي قلت كيف قال أنا كنت لا أحب الإسلام ولا المسلمين وأرى أن الإسلام يشدد على المسلمين ويضيق عليهم يقول فكنت أناقش في أيام الثانوية أناقش شابا مسلما وأحاول أن أبحث عن أي شيء أحرجه به وكان هذا الشاب المسلم باكستاني هو أصله باكستاني لكنه هولندي من المهاجرين الذين هاجر أباؤهم إلى هولندا يقول فجعل يناقشني فذهبت وجعلت أقرأ عن الإسلام حتى أبحث عن الخلل والثغور التي أستطيع أن أحرجه بها يقول فجلس ثلاثة أسابيع أقرأ عن الإسلام وإذا بي أقتنع بهذا الإسلام وأسلم وأصبح الآن من الدعاة وليغلبن مغالب الغلابي كل من أراد أن يبحث عن الإسلام عن ثغرة تجد أنه ينتهي بدخله في هذا الدين بفضل الله تعالى شعير الإسلام التي شرعها الله تعالى فيها شعار أصلا جذابة للناس وتجعلهم يرتاحون إذا أقبلوا إليها ولذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما صل بأصحابه يقول جبير بن مطعم أقبلت إلى المدينة وكان يريد أن يأخذ من النبي صلى الله عليه وسلم حاجة إلى قومه بعد معركة بدر يقول فجئت وإذا هم يصلون قال فجلست وانتظر ينتهو من الصلاة قال فعجبت من حالهم في صلاتهم قال فبدأ يقرأ النبي صلى الله عليه وسلم والطور وكتاب مصطور في رق منشور والبحر وجعل النبي صلى الله عليه وسلم يتلو الآيات يقول حتى وصل قوله تعالى إن عذاب ربك لواقع قال فلما قرأها كاد قلبي أن يطير قال فجئت حتى جلست بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم ودخلت في الإسلام وقرأت يوما عن أحد المهندسين الأمريكان الذين عملوا قبل سنين طويلة في اليمن وكان يعمل فيما يتعلق بالمقاونات وشق الطرق يقول كنت لا أستطيع أن أضبط العمال الذين يشتغلون بين يديك ما أستطيع أضبطهم بأي أسلوب لا عقاب ولا جزاء ولا مكافأة يقول فكنت أقول هؤلاء لا يمكن أن يضبطهم شيء أبدا يقول لكني أعجب إذا جاءت الصلاة وقفوا صفوفا خلف إمامهم توضعوا في مكان واحد بطريقة واحدة ووقفوا خلف إمامهم بأسلوب واحد وصلوا منضبطين أشد الانضباط فعلمت أن هذا الدين الذي استطاع أن يضبطهم أنه دين عظيم بل اليوم حتى الذين لم يدخلوا في الإسلام يشعر براحة لو أنه وقف مع المسلمين في المسجد يشعر براحة حتى لو وقف مع المسلمين في المسجد ثمامه بن أثار رضي الله تعالى عنه لما قبض عليه المسلمون وجاء من نجد خرج من نجد محرما وقبض عليه الصحابة في حدود المدينة فجاءوا وقبضوا عليه قالوا له ما عندك أنت ما الذي جاء بك من نجد إلى المدينة أنت لم تذهب تجاره إلى الشام ما عندك ما الذي جاء بك جاسوس قال لا إنما خرجت محرما قالوا محرما المحرم يذهب إلى مكة جنوب ما الذي جاء بك شمال خمسمائة كيلو عن مكة أنت جاسوس قبضوا عليه وحبسوه في المسجد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بإحسانه إليه وصار ينظر إلى المسلمين يصلون كل صلاح ويستمع إلى القرآن ما لبث ثلاثة أيام إلا واغتسل ودخل في الإسلام بتأثير الصلاة فيه وأذكر أنه حدثني أستاذ أمريكي في الرياض كنت أدرس عندها اللغة الإنجليزية فسألته كيف أسلمت فأخبرني بإسلامه وأخبرني بإسلام أمه ثم قال لي قال كانت أمي تصلي في مسجد الملك فهد رحمه الله في لوس أنجلوس يقول فكانت تصلي مع النساء وكانت تلاحظ أن هناك امرأة تقبل أحيانا وهي بلباس يعني ما في حجاب ما في ستر بلباس الشارع يعني تأتي وتقف معهم في الصلوات الجهرية كل أسبوع مرة أو مرتين ثم تركع وتسجد معهم ثم تمضي يقول فأمي استغربت يعني أنت مسلمة طيب إذا أنت مسلمة ليش ما أنت تسترين للصلاة تسترين على الأقل ساقك وعضدك وشعرك يقول فسألتها أمي بعدما رأتها مرارا قالت لها يعني عفوا أنت الصلاة لها شروط ولها كيفية ولها آداب نازم حتى تقبل صلاتك فقالت أنا غير مسلمة أصلا قالت كيف غير مسلمة طيب ما الذي جاء بك إلى المسجد فقالت أنا أشعر بالطرابات نفسية وحاولت أن أعالج نفسي بشتى الطرق وجربت المصحات وجربت الأديان فجئت في وجرب دينكم فأنا لما أفعل مثل حركاتكم وأستمع إلى غناء القديس هذا القداس القسيس اللي يقرأ لكم أشعر براحة شديدة تكفيني لمدة أربعة خمسة ثم إذا زالت عني جئت إليكم مرة أخرى فقالت لها أمه قالت سبحان الله أنت تشعرين بالراحة وأنت تعبدين غيره فكيف لو أنك عبدته وحده لا شريك له وهذا واقع يقر به كل من يرى المسلمين يصلون أو ربما يراهم يقرؤون القرآن يقر فعلا إن هذا القرآن الذي تقرؤونه وهذه الحركات في ركوع وسجود هي مؤثرة فعلا في نفسه حتى لو لم يكن مسلما لأن الله تعالى فطره عليها وإذا خذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا يقول النبي صلى الله عليه وسلم لما خلق الله آدم عليه السلام أخرج الله من ظهره ذريته كالذر يعني كصغار النمل كل ذرية آدم إلى قيام الساعة ثم أشهدهم على أنفسهم قال لهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا ثم أعيدوا بعد ذلك إلى ظهره وصاروا يتناسلون طوال سنين الأرض فالفطرة التي في داخل الإنسان التي تقر بأن الله واحد لا شريك له تقر لله تعالى بالعبودية تعظم القرآن تعظم الصلاة هذه الفطرة إذا سمعت القرآن أو رأت مصلين بدأت تتحرك بداخل القلب وبالتالي تبدأ تقبل على الدين وترتاح إليه سواء أسلم أو لم يسلم ولذلك من أهم ما يقع اليوم في الدعوة إلى الإسلام أحيانا أن يقيم المسلمون شعائرهم حتى أمام غيرهم ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا فبمقدار ما يقيم الإنسان صلاته تجد أن الناس ينجذبون إليك من أسباب انتشار الإسلام اليوم الدعايات المغرضة التي يثيرها الكفار ضد الإسلام يريدون ليطفئوا نور الله بأفواهم ويأبى الله إلا أن يتم نوره كلما زادت الدعايات ضد الإسلام ذهب الناس يبحثون عن الإسلام أكثر هل تصدقون يا جماعة بعد أحداث رسوم الدنمارك بعد أحداث رسوم الدنمارك أسلم خلال سنة واحدة في الدنمارك خمسة آلاف ولما جاء عيد الميلاد في آخر السنة الميلادية التي يتهادى الناس فيها الهدايا كل واحد يذهب يشتري هدية لصديقته لصديقه لمعلمه لكذا تقول البحوث الدنماركية إن أكثر هدية تنوقلت هذا الكلام في 2007 أكثر هدية تنوقلت في ذلك الحين هو المصحف المترجم للغة الدنماركية دعاية صارت الإسلام يقولون وكان لا يكاد يمر يوم إلا وتسمع في الإذاعة أو في التلفاز أو تقرأ في الجرائد كلمة إسلام أو مسلمين فبدأ الناس أنفسهم يبحثون إيش الإسلام والمسلمين فصارت الدعايات المغرضة ضد الإسلام تجذب الناس تثير الناس للبحث عنه وهذا الكلام قديم كما قال الله جل وعلا ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك منذ عهد النبي صلى الله عليه وسلم كانت الدعايات المغرضة ضد الإسلام تجذب الناس إليه قريش كانت في أول مبعث النبي عليه الصلاة والسلام قد جعلت حرسا على مداخل مكة ما يأتي أحد يريد أنه يدخل إلى مكة لتجارة أو لغيرها إلا وقفوا وسألوه ما عندك في مكة ثم يحذرونه من النبي صلى الله عليه وسلم لا تقابله ولا تجلس إليه فأقبل يوم من الأيام الطفيل بن عمر الدوسي شيخ قبيلة دوس ورئيسها أقبل حتى بيدخل مكة إلا مجموعات قد جلسوا على الأبواب ما عندك؟ قالوا الله أنا عندي تجارة وعندي قالوا سمعت بواحد ساحر في مكة قال لا ما سمعت ساحر في مكة قالوا أنتبه ترى في ساحر في مكة اسمه محمد صلى الله عليه وسلم وهذا الرجل إن استمعت إليك لعب بعقلك وفرق بينك وبين امرأتك وجعله يخوفونه من النبي صلى الله عليه وسلم هو أصلا لم يسمع برسول الله عليه الصلاة والسلام وإلى الآن عدد المسلمين قليل جدا فهم الذين جاءوا وأخبروا قالوا ترى فيه نبي اذهب وابحث عنه مثل ربما لو أن إمام مسجد جاءوا خطب الجمعة وقالوا أحذركم من القناة الفلانية التي تعرض البرنامج الفلاني كل سبت الساعة مثلا السابعة ليلا وهذا البرنامج فيه فتيات حسناوات يفتن الشباب أحذركم من هذه القناة اللي الساعة سبع كل سبت طلعها البرنامج بالله عليك لو المسجد فيه خمسة آلاف كم واحد يوم السبت بيجلس ينظر البرنامج أكاد أجزم ربما نصفهم ولا أكثر يقول وش هالبرنامج اللي الشيخ خطب الجمعة كامل خلنا نشوف وش هالبرنامج ولذلك لا يصح أن يفعل الشيخ ذلك لأنه يفعل يعمل دعاية لهم وكذلك يعني ما يقع اليوم مع الأسف من بعض الإخوة سواء انتي وسأل التواصل الاجتماعي لما يأتي ويقول وحذركم من هذا الحساب وحذركم من هذه الصفحة لا تنشرها ولا تخبر الناس بيها أميت الباطلة بترك الكلام عنه فكانت دعايات المشركين تجلب الناس للإسلام قالوا له يا طفين انتبه ترى سيلعب بعقلك يقول لم يزالوا يخوفونني حتى أخذت الكرسف القطن وحشوت به أذني سد أذانه خوفا من أن يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم مصادفة كذا كلمة ويخرب عليه دينه فأقبل ودخل وهما يرى الناس يحركون أفواههم ولا يفهم ماذا يقولون لأنه قد سد أذنيه ما هو الرجل ببيع بيشتري ثم جعل يقول في نفسه أنا رجل شيخ قبيلة وعاقل وأعرف كلام الكهنة والسحرة أنا أعرف أتعامل مع هالمواقف كيف يعني يلعبون بعقل ويقولون لي كلمتين وأسد أذني بالقطن فجاء ونزع من أذنيه القطن ثم أقبل ورأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي عند الكعبة فأعجبه هدوء النبي صلى الله عليه وسلم وخشوعه وإذا حركاته في ركوعه وسجوده لا تدل على أن الساحر أو مجنون أو كاهن فأقبل حتى انتهى النبي صلى الله عليه وسلم من صلاته وجاء يبحث من هذا الذي حذروني منه قال أنت الذي تزعم قريش أنك ساحر قال هم يزعمون ذلك قال أنت ساحر أنت فعلا تسحر الناس ما يدري الطفيل قال النبي صلى الله عليه وسلم هم يقولون ذلك هم يقولون عليه ساحر قال أسمعني مما عندك فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يتلو عليه القرآن فلم يجاوز الطفيل خطوة بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم إلا وقد تلفظ بالشهادتين السؤال ما الذي دله أصلا على رسول الله عليه الصلاة والسلام هل النبي صلى الله عليه وسلم كان يضع الصحابة على مداخل مكة يستقبلون الناس تعالوا عند الرسول حتى يدعوكم لا وإنما سكر الله تعالى غيره لأجل أن يدعو الناس للدخول في هذا الإسلام والذي حدث أيها الإخوة حتى في الدنمارك بعد الرسوم المسيئة وقد ذهبت بنفسي والله بعدها وسألت الإخوة في الدنمارك في أودنسا وفي كوبنهاجن وفي أورهوس وفي غيرها درت على عدد من المناطق أسألهم كيف إقبال الناس على الإسلام قالوا والله عجب وأنشأوا منظمة اسمه منظمة نصرة النبي صلى الله عليه وسلم في الدنمارك وصار الناس يدخلون في الإسلام لأنها أصبح الإسلام يعلم أساسا للناس يعلم من كثرة ما يقبل الناس عليه حتى في هولندا لما أنشأ فيلم يريدون به الإساءة إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام والذي يفعلونه هو كالذي يلتفت إلى الشمس فيحسدها على ضوئها ثم يبصق عليها فلا يلبث أن يعود بصاقه على وجهه ولا يصل إلى الشمس أصلا في هولندا أيضا الإخوة الذين هناك في الوقف الإسلامي في أند هوبن وفي غيره وقد زرتهم وقرأت عدد من التقارير يقولون إنه بعدما نشر هذا الفيلم وتكلمت الجرائد عنه بدأ الناس يقبلون على المساجد يسألون إيش الإسلام ليش أنتم زعلانين على محمد هذا وقد سألني هذا السؤال رجل في بريطانيا رجل كان معلما وكنت يعني أيضا أدرس عنده اللغة فقال لي أنتم ليش سويتوا مشكلة لما الدنمارك رسموا رسولكم حدثني عن محمد هذا إيش محمد اللي أنتم عملتوا مشكلة عليه ما هو نحن نرى يعني عيسى وما يستهزأ به عندنا ما عندنا مشكلة ليش أنتوا زعلتوا على محمد فقلت لأولا نحن ما نزعل على محمد صلى الله عليه وسلم وحده بل لو استهزأتم بعيسى لزعلنا أيضا أو موسى أو غيره نزعل لا نفرق بين أحد من رسله كل الأنبياء عندنا لهم مكانتهم ولهم مقامهم فقال لي طيب حدثني عن محمد هذا إيش هو فجعلت أحدثه بما أستطيع ثم أعطيته كتابة مترجمة الإنجليزية عن أخلاق النبي عليه الصلاة والسلام الكتاب ثلاثمائة وخمسين صفحة تقريبا والله يا جماعة جاءني بعد يومين عطت هي الجمعة جاء يوم الاثنين للدوام قال أنا مع شدة انشغالي في الويكند إلا أني قرأت من هذا الكتاب ثلاثة وثمانين صفحة ثم قال لي فعلا يحق لكم أن تغضبوا إذا كان هذا الرجل بهذه الأخلاق وصار ما يثيرونه هم على رسول الله عليه الصلاة والسلام في الحقيقة هو يجذبهم أكثر من أنه يبعدهم عن الدخول في الإسلام مما يجعل الإسلام ينتشر اليوم أيضا من فضل الله قلة النماذج الحسنة في الأديان الأخرى يعني القساوسة مثلا ما يكاد يمر يوم إلا تسمع فضيحة عن القساوسة فضيحة وقعت قسيس مثلا أكرمكم الله يقع في جرائم جنسية تتعلق بالأطفال أو مثلا يقع في كذا من الأموال أو غير ذلك فصار الناس لا يثقون أصلا في قساوستهم وأيضا بدأ القساوسة أنفسهم يدخلون في الإسلام وإذا نظرت في التاريخ ابحث عن عدد من الذين دخلوا في الإسلام من القساوسة سوف تعدهم وتقول نعم هذا كان قسيسا ودخل في الإسلام وهذا كان قسيسا ودخل في الإسلام هذا في أمريكا وهذا في كندا وهذا في الفلبين بينما من فضل الله تعالى هؤلاء القساوسة طبعا لما أسلموا صار عندهم برامج اليوم في التلفزيون وعندهم كتب بينما أتحدى ابحث في التاريخ من لده الرسول الله عليه الصلاة والسلام إلى اليوم إلى اليوم لن تجد عالم من علماء المسلمين تحول نصرانيا صح؟ أنا أسأل دائما النصارى لما أجلس تحاور معهم أقول لهل تعلم في التاريخ قسيس تحول مسلما فيقول يس نعم فيه قساوس تحولوا مسلمين صحيح وعندهم كتب يقول نعم وعندهم مواقع في النت نعم فأقول لهل تعلم في التاريخ كله عالما من علماء المسلمين ما أقول رجل بسيط عادي ما يدرش الإسلام وتنصر عالما من علماء المسلمين تحول نصرانيا فإذا بك لا تجد هذا أبدا مما يدلك على قوة الإسلام وعلى تمسكهم به بل أحيانا بعض النماذج من هؤلاء القساوسة النماذج السيئة تجعل الناس أصل لا يتمسكون بدينهم أنا أذكر قبل ثلاث سنوات تقريبا ألقيت محاضرة في مركز إسلامي كبير في برلين في ألمانيا وكانت المحاضرة خاصة بالألمان وكان الأصل أنها تكون في قاعة خارجية حتى يحضر الألمان غير المسلمين لكن لم يتيسر فجعلناها في المسجد وفعلا حضر الناس غير مسلمين وهم أكثرهم أصدقاء للمسلمين اللي يرتادون المسجد صديقه في جاره مثلا أو في العمل حضر أكثرهم مسلمين لكن في بعضهم غير مسلمين في أثناء المحاضرة دخل رجل وتخطى الصفوف وجاءوا جلس أمام الطاولة بينه وبين الصف الأول المكان ضيق حتى تضايق الناس وسحبت الطاولة شوي فلما كانت في آخر العصر في رمضان فلما بقي على أذان المغربين في الخمس دقائق ختمت المحاضرة وشكرتهم وبعد ما أخذنا الأسئلة وقلت أنا خمس دقائق الآن تتوضعون اللي يفطر في المسجد ويذهب إلى بيته يعني بارك الله فيكم خلصنا فرفع يده فكانت المحاضرة مترجمة بالألماني طبعا فقلت له بالإنجليزي خلاص ما نقدر نأخذ أسئلة أجاوب سؤالك بعد الصلاة قال أنا ما أصلي أصلا أنا ما عندي سؤال قلت إذا ماذا تريد قال نجيت أريد أني أدخل في الإسلام قلت يا مرحبا قم تعال وأجلسه بجانبي والمقطع موجود في اليوتيوب والبما الأخوة يعني يجدونه فوإذا هو إيطالي مقيم في ألمانيا عند التجارة يعني التجارة بسيطة فسألت قلت له ما الذي جعلك تقبل على الإسلام قال جعلني أترك النصرانية وأقبل على الإسلام شيئان قلت ما هما قال الشيء الأول أني لما أدخل إلى الكنيسة لأصلي أشعر أنني أعبد أصنام لأني في الكنيسة هنا صنم يزعمون أنه لعيسى صنم يزعمون أنه لمريم عليه وعليه السلام هنا صنم للقسيس فلان هنا صنم للحواري اللي مع عيسى هنا صنم لمن يقول أشعر أني أتوجه لأصنام ما أتوجه إلى الله هذا شيء الشيء الثاني قال وأيضا أن القساوس عندنا يسرقون أموالنا وأنني آتي إلى القسيس أتبرع الكنيسة ثم ألاحظ بكرة ألا بعد أن القسيس لا بالساعة جديدة ألا معه جوال جديد يقول لي هذا الكلام يقولوا بالتالي أدري أن هذه فلوسي اللي أتبرت به الكنيسة وأنا لا أثق فيهم وهم ليسوا مثالا حسنا أصل لديننا ما عندنا نماذج متمسكة حقا بالدين تجعلني أقبل عليه ولذلك أنا جئت لأجلني أدخل في الإسلام وجود نماذج من فضل الله اليوم في الإسلام قوية متمسكة تجعل الناس فعلا يحبون هذا الإسلام أكثر أيضا أخلاق المسلمين هي من أكبر الدوافع لدخول غير المسلمين في الإسلام والله يا جماعة أنا بل النبي عليه الصلاة والسلام قال الله تعالى له فبما رحمة من الله لنت لهم لو لم أكن لينا يا ربي إيش الاحتمال الثاني قال الله ولو كنت فضا غليظ القلب إيش النتيجة لم فضوا من حولك لم فضوا من حولي وأنا نبي نعم فاعفوا عنهم وستغفر لهم وشاورهم في الأمر كنت قبل سنة تقريبا كان الدكتور خالد العبري وهو من أهل هذه المنطقة كان رئيس المركز الإسلامي في بروكسل في بلجيكا فذهبت إلى هناك وكان هناك امرأة بلجيكية جاءت بولدها ليدخله في الإسلام والعجيب أنها المرأة جاءت واضح من مظهرها أنها غير مسلمة لا عليها حجاب ولا لباس ساتر لباس الشارع يعني فسألها الدكتور خالد أذكر قال لها أنت ليش يعني أنت جئت هي تقول له علم ولدي الإسلام علمك كيف يسلم وحفظوه قرآن وعلمه الصلاة قال طيب أنت مسلمة قالت لا قال عجبا طيب ليش ما تسلمين وبعدين يسلم ولدك قالت لا أنا ما بغى أسلم أبي ولدي بس يسلم قال عجيب لماذا فقالت أن الأولاد عندنا إذا وصلت أعمارهم إلى ثمانية عشر تسعة عشر وبدأت الحكومة صرفت له بطاقة وصار يأتيه على حساب الصراف يأتيه فلوس خلاص يعني صار ليس طفل يترك أمه غالبا ويذهب يسكن مع أصدقائه يقع في مخدرات يسكن مع صديقته ما أشوفه خلاص أبدا ما أراه ربما ما أراه إلى أن يموت وأنا ما عندي لها الولد وجاراتي كذا ولدها وصل ثمانة عشر سعطاعش صرفت له بطاقة وصار الحساب يأتيه يعانهم الحكومة خلاص صار عنده فلوس تقول إلا وحدة من جاراتي ولدها الآن عمره واحد وعشرين فرحانة أنك كمل ثلاث سنين عند أمه واحد وعشرين سنة وإلى الآن ساكن عندها ويطلعها ويجيبها ويتقضى للبيت تدري ليش لأنه مسلم والإسلام يأمره بذلك فأنا ولدي الآن بقي على ثمانة عشر بقي كم شهر أريده يسلم وتخليه تمسك بالإسلام يقول فحمدت الله على ذلك ويقول جعلت أحدثه عن بر الوالدين في الإسلام والولد عمره السبع عشر وكم شهر ويهز رأسه نعم نعم يقول واجيب للقصص يقول فبدأت الأم تبكي وتنشج بكاء شديد وهو يتكلم معه عن بر الوالدين وكيف الإسلام يأمر ببرهما والإحسان إليهما يقول ونطق الولد الشهادتين وبعد ثلاثة أسابيع جاءت المرأة ودخلت في الإسلام أخلاق المسلمين التي مارسها قبلنا رسول الله صلى الله عليه وسلم هي من أكبر الأساليب التي جعل الناس يهتدون بها ويدخلون بها في دين الله أفواجا وكثير من المسلمين اليوم حتى المقيمين في الخارج تجد أن أعدادا ممن يدخلون في الإسلام هم في الحقيقة يدخلون في الإسلام تأثرا بهؤلاء المسلمين الذين تأثروا بهم ولذلك يحذر كل من يتعامل مع مسلم أو ما غير مسلم من أن يسيء خلقه معه النبي عليه الصلاة والسلام لما أرسل معاذا إلى اليمن جعل صلى الله عليه وسلم يمسك بخطام الناقة ومعاذ فوق الناقة واختاره النبي صلى الله عليه وسلم لأن معاذا عنده من المهارات والقدرات والأخلاق ما يصبح أنه يذهب إلى بلد يدعوهم للإسلام فجعل صلى الله عليه وسلم يقول يا معاذ إنك تأتي قوما أهل كتاب فيعطيه التوجيهات ثم قال له يا معاذ لعلك لا تلقاني بعد لقاء هذا وفعلا ترى لما رجع معاذ من اليمن فإذا النبي صلى الله عليه وسلم قد توفي قال يا معاذ لعلك لا تلقاني بعد لقاء هذا قيل لمعاذ فما آخر وصية وصاك بها النبي صلى الله عليه وسلم فقال معاذ كان آخر ما وصاني النبي صلى الله عليه وسلم به أن قال يا معاذ حسن خلقك للناس يا معاذ حسن مفتاح القلوب حسن خلقك للناس ولذلك يا إخواني إذا سمعت من القصص لمن هم يعني ابتعثوا إلى الخارج ودرسوا هناك وعلمت من أخلاقه ومن لطفهم مع الآخرين تجد أنهم سبحان الله الأخلاق هي المفتاح التي فتحوا بها قلوبهم وأذكر أني لما كنت هناك في بريطانيا سكنت مع رجل كبير في السن وكان هذا الرجل وصلته يمكن للجمعة ليلا والدراسة تبدأ يوم الاثنين فكنت استبت والأحد يعني راحة وكنت يعني سأخطب الجمعة الجاية وجايب معي بشتم علقة في الدولاب ولا ودي يعرف أني يعني مثلا شيخ أو خطيب جمعة حتى ما يأخذ مني موقف من البداية فكنت أقول خلني هالأسبوع أتلطف معه ثم إذا يعني أحبني وكذا أعرف أني إمام ما في مشكلة لكن ما أريد من البداية ثم يقول اعذرني لا تسكن معي وهو مكانه مناسب وغرفة معها حمامها خاص وقريب من المعهد فلما جاء يوم الأحد يوم السف بقيت معه وتحدث معه لما جاء يوم الأحد وإذا الرجل لابس جبة سودة وصليب وبيطلع اسمه جون قلت يا جون وين رايح قال أبطلع للكنيسة قل طيب ليش لابس لبس قساوسة قال أنا القسيس حق الكنيسة قلت أنا ساكن عند القسيس أنت القسيس حق الكنيسة قال يس قلت أجل ترى يقسيس المسلمين اللي وعد الجمعة والله نشوفني ببشتي وفعلا جاء الجمعة وصر صرت صداقة يعني ويمكن عمره حول الثمانين سنة هو لكن نشيط يعني فكان له زوجه ما هي بساكن عنده جاءت زوجته كبيرة أيضا في السن يعني ثمانين تقريبا وجلست عندها ظن أسبوع أو قريبا من ذلك وكانت تراني من فضل الله يعني أتعامل معهم تعامل جيد إذا رحت مثلا جاي من المعهد أمر البقالة أشتري مقاضي واجيبها مقاضي يعني يسيرة ما تكلف لكنهم غير غير متعودين على واحد يدفع أجار ويتقذل المطبخ ويجيب لهم عصير يجيب تفاح يجيب وكانوا يقولون تسمح لنا كل من التفاح تسمح لها أنت مثل أبوي وزوجتك مثل أمي أبد كله فلما جئت أمشي جلست ممكن أسبوعين تقريبا أو أو ثلاثة فلما جئت أمشي كان عدد من الإخوة جايين بيوصلوني للمطار فمطلع شنطتي ثقيلة جدا جرها من الغرفة أبطلعها وأقبل الشاي بحلف النهو اللي يشيلها يقول لنا أنا قلت أنت يا الله تشيل نفسك وتشيل الشنطة كان اللي بشيله ويبدأ يجرها ثم حطيت الشنطة هناك ورجعت أسلم عليه فكنت أسلم عليه وكان الزوجته العجوز واقفة جنبه وكان يبكي وهي تبكي إيو والله فكنت أسلم عليه وأنا أقول في نفسي يعني لو مدت يدها أصافحها مش غلني الموضوع وأنا أقول لها شكرا لك وكذا وأنا أشكركم على لطفكم وأقول في إيدي الحين العجوز عسى ما تمد يدها هل يجوز مصافحة العجوز دي ولما يجوز مصافحتها مش غلني الموضوع وأنا أسلم عليه وأنا أبي أقول لها تانكيو كذا وأمشي ما أبغى أصافح فلما انتهيت مسلم عليه توني بلتفت أقول لها مع السلامة يعني من بعيد وإذا العجوز تبكي بعدين قالت لي مدت يدين هكذا وقالت بيك هق بيك هق يعني حضني قلت الله لا يسلط علينا امتحرج من المصافحة وش رؤية بحضنة سجل فقلت لها يعني لا شكرا شكرا وأشكركم وكذا ومشيت ولا يزال إلى اليوم أتصل بهم وأسألهم عن ولد لهم في مدينة أخرى ما شافوا من زمان وكذا فسبحان الله أنت كلما حسنت أخلاقك معهم استطعت أن تجربهم بها إلى الإسلام وكله كما قال الله تعالى فتوكل على الله إنك على الحق المبين اللهم إنا نسألك يا حيا قيوم يا ذا الجلال والإكرام ألا تدع من بيننا ولا من أحبابنا مريضا إلا شفيته ولا عقيما إلا ذرية صالحة رزقته ولا من عليه دين إلا يسترت له قضاء دينه يا عظيم المن يا رب العالمين يا حيا قيوم يا من كان نعم المجيب لنوحي لما دعاه